استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم السيد ديفيد ستوفر رئيس مجلس إدارة ورئيس التنفيذي لشركة نوبال أنرجي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة نوبال أنرجي في مصر حيث أشاد السيد ستوفر في هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس رحب بمسؤولي شركة نوبال أنرجي مشيرا سيادته إلى السمعة الدولية الطيبة التي تميز الشركة الأمريكية وإلى انتهاجها الأسلوب المهني وأعلى المعايير العالمية في تنفيذ أنشطتها وأعمالها ومنوها في هذا الخصوص إلى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة كما وجه السيد الرئيس بمواصلة التنصيق والتعاون مع شركة نوبال أنرجي وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر